أيضاً بينضمننا المهندس حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ لحزب مستقبل الوطن برحب حركة باش مهندس أهلاً بيك يا فندم أهلاً بيك سيادة النائب بداية رؤية مستقبل الوطن للحوار الوطن ونحن بنتكلم عن كتير من الملفات بتقدم طرح لها الأحزاب الأخرى الحقيقة يعني كتحطوة من تشاد رئيس بعد الحوار الوطني والكل تعيد بهذا الحوار لأننا في وطن بنبني بقى خلاص وطن وتماسك في جميع الاتجاهات ولكن هذا التماسك بيخلي فيه مرحلة تانية أن الكل يبقى مشارك في عملية البناء وهنا البناء ونحن بنتكلم عن البناء بنتكلم على اللي مقتنع بحاجة بيحاول يقنع الأخر واللي مش مقتنع بحاجة بيقول وكي تنظره وخضي أقنع بمعلومات حتى إضافة المعلومات اللي بقى للحوار دي حاجة قوية وجميلة جدا خاصة أن ما بيبقى حوار على مستوى الدولة مستوى كبير أنا بتكلم في كل أمور بقى يعني هو إحنا بنتكلم عن الأمور الاقتصادية فكل الأراء متاحة وكل أرواق مسبوعة وإحنا بنتكلم على الناحية السياسية كل الأراء بغض النظر بقى يعني أنا بتكلم عن مستقبل الوطن مش أنا مستقبل الوطن مستقبل الوطن زي التجمع زي الوافد زي البصد ديمقراط وزي التنسيقية كل بيقول الأفكار الفكرة الصح بناخدها ما حدش داخل هذا الحوار وأنا أؤكد بهذا خصوصا في المجال السياسي متمسك بحاجة معين أو متمسك بشق معين عاوزه لمصلحة حزبية أو مصلحة فردية الكل داخل الحوار لبناء بلد وأهم حاجة في الحوار أنك تسمع كويس قوي وتستفيد كويس قوي وتفيد كويس قوي إنك لو ما سمعتش كويس وداخل بوقت نظر محددة بس ده الحوار في الأكثر ما بقاش حوار الحوار يعني استفاد من حضرتك وحضرتك استفاد مني سيادة النائب كان معنا هاتفيا منذ دقائق ويمكن حضرتك استمعت للمداخلة النائب عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب وهو قال إنه نقاط الاتفاق بين الأحزاب ليست صاحبة الأكثرية البرلمانية نقاط الاتفاق كثيرة جدا مع حزب الأكثرية الحقيقة عشان كده اللي بقوله حركة ليه جاية من إيه جاية من عدم تمسك حزب الأغلبية بحاجة معينة وحد حركة مثال في الشيوخ وفي النواب تكلم على أمام رجعوا بس حاجة آخر آخر انتخابات حصلت في الشيوخ إنه حوالي أربعة تيام حتى لو مستقبل وطن واحد مثلا وهو حزب الأغلبية واخد حوالي 32% القصة في الأول والآخر مين يقدر يدي في هذا المكان لا أكثر ونفس القصة في النواب القصة بقيتش زي زمان حزب أغلبية فيستحوذ على كل حاجة ويدخل ياخد المراكز القصة بقت أفضل من كده لأننا بنحترم قراء الآخرين بالعكس بتلاقي في مصر ديمقراطي بيقول فكرة في المجلس الكل بيوفي عليها التجمع نفس القصة الوفد أنا بتكلم أي رأي بيتقال ده بيقدي بيقدي الحاجة جميلة جدا الحساسية ما بتبقاش موجودة فيه قراءة مختلفة طبعا بس ده حتى في الاختلاف مش هتلاقي فيه اختلاف واخد الحدية المطلقة لأن حد بيعنده لا 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 ده بيبقى نقاش تماما أجي معاك أو تيجي معايا ممكن معلومة عنده مش توصى أو وصله له ممكن معلومة عندي أنا مش توصى أو وصله له في الآخر في الأول والآخر احنا كلنا بنبتغي من أقل مواطن لرئيس الجمهورية ما صاحب بل مين ما يحبش إن المواطن يبقى مبسوط وسعيد نعم وبالتالي محدش هيقف قدام كده بالإمكانيات بقى ممكن المواطن ما بيبقاش سعيد في فترات معينة مش عشان مش حد مش عاوز يسعيده أو في إيده حاجة مش عاوز يتعاله بيبقى واجبنا سعيدنا إن احنا كلنا نوضح لبعض الظروف فيه ونطلع بأحسن الحلول بيبقى الإمكانيات طيب في إطار الحلول والإمكانيات سيدة النائب هناك بعض المقترحات حول بعض النقاط ومنها على سبيل المثال قانون الانتخابات المحليات مثلا المصدح بالوطن شايفه إزاي نحن بص ما عندنا نحن كان عندنا تحافظ من أول خالص وحاجة واحدة وإحنا أظهرناها وقمناها وعلى ما أعتقد كل عاقل لازم يقف فيها ونشوف لها حل وهي مثلا بالحكم الدستور الموجود ولازم نلقى إلى حل إن مثلا بيقولك 50% لازم 50% أو أكثر عمال وفلاحين تعال بقى انزل بانتخابات لو إحنا ما تفسرناش كويس مين العامل ومين في نفس الوقت بقى عشان المواطن يبقى فات المحليات لها سلطات مطلقة كبيرة جدا مش زي القوانين اللي فات طيب هل أنا أجي لشاب جميل دكتور مهندس بكيوستجارة أداب قول صحافة قول زي ما انت عام أقول له أنا آسف مش هقدر أجيبك لأنك خدت مؤهل الجامعي فأنا مضطر أجيب حد معايا عددية بس مش عيد في اللي معايا عددية بس لازم أخذ اللي معايا عددية أو مش هادة عولي أكتر من أو تنوية عامة أكتر من المؤهل الجامعي أكتر من أكتر من العامل حتى بقى بلاش الصالح أما تتكلم على واحد خلاص بقى بقى مهندس بقى بقى أقول له معلش مش هقدر أخذك عشان كده هنا الحسة لازم تتحل لك لازم نحلال أول لازم يعني احنا دينا حتى تعريف لازم نبقى العامل هو كل من يتقاضى أجر يعني ايه كل من يتقاضى أجر يعني واحد مهندس محاسب شغال في شركة بتاع خاص أو حقومة وعامل على فكرة وعامل ما تبقاش قصة شهر في حاجات معينة احنا طرحناها في هذا القانو إنما طبعا احنا في الأول والآخر مع وجود انتخابات محلية بش لازم تتعمل لأنها مش كمفاصل تتعمل صح وإيه اللي احنا هندخل في حاجة الحقيقة سيئة جدا يعني يعني احنا داخلين نخدم بلد ولا فهنا لازم تعريفات معينة تتفسر صح وتتعمل صح والأعداد نفسها وانت بتتكلف على كده على 50% طب نحط نحط معهم الكتب بتاعة المرأة والكتب بتاعة الشباب والكتب دي فلاس تبعليه صحيحة جدا عشان تنتكلك منتج يقدر يستمر بصورة تفيد البلد مش تعطل ده ده بياخدنا لفكرة القوائم والفرد يا بش مهندس هتكون ازاي ده محدش بص يعني لو بنتكلم عن كوتا فيجب انه تكون الكوتا دي محمية محمية في قائمة ماهو ده 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 يا بص الكوتا نفسها لازم عشان كده برضو احنا داخلين وبنقول بنفكر جميع احنا عاوين نرضي الجميع لان انا مثلا انا حتكلم كمستقبل وط الصراحة انا دايما بكتبرتي في الانتخابات وانا في مستقبل وط وقبل مستقبل وط اتكلم كسياسي بقالي دلوقتي 40 سنة في السياسة قدر اقول ان اي حزب بيكتب الانتخابات هو الحزب الاكثر طوز اليومان مش بالنظام الانتخابي غير النظام الانتخابي زي ما تعال حيفظ يكسب الاكثر تنظيما اي نكام بقى والاكثر شغلا قبل سنة الانتخابات يعني زي ما احنا بنبص على سنة الانتخابات دي المرحلة الاسيرة انما اللي بيشتغل قبل كده وبيبقى منظم هو اللي بيقدر يحصل على اكثر قدر من الغير عادي لازم اودي لك مشكل ثاني وقف احنا عندنا اغلبية في مجلس النواب صح وكان في قوائم مطلقة موجودة في جزء المرة الفات في مجلس النواب ومجلس شيو هل تعلم ان اغلبية مستقبل وطن جائد بالكراسة الفردية ولا يشهد القوائم يعني احنا نسبتنا في القوائم ما نجيب اهل طب احنا جبنا اغلبية من الفردي وبالتالي هي قصة تنظيمية مش لينا بقى لينا والاحزاب الاخرى اي حزب حينظم نفسه ويشتغل مش يوم الانتخابات ولا قبلها في شهرين اشتغل على الخامس سنين انا بقى يفضل في الشهد على الخامس سنين ويبقى منظم حيلاق وبالتالي حتلاقي عندنا احنا كمستقبل وطن بنشكر حضرتك شكرا جزيلا المهندس حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ لحزب مستقبل وطن كنت معنا عاتفيا من القاهرة